بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدوامان المتلازمان على سيدنا محمد ورحمة الله المهدات للعالمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صلاة الله المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد مشاهدين الأعزاء السلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج قراءات في كتب السنة بالسند المتصل إلى الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله قال لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله هذا الحديث هو من جملة أحاديث أوردها الشارح تحت ما ترجم له بقوله باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال والحديث يؤصل لنا أمرا ما ينبغي أن نغفل النظر إليه وهو أن الدين يسر والمرء قد يصل أو قد ينتهي بتمسكه بإحدى الصورتين أو الهيئتين أو الصفتين قد يصل إلى شيء من التنطع التنطع في الدين والتنطع في الدين مذمون بلا شك كما قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد وغيره بل وهو في صحيح مسلم أيضا هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون يعني من التنطع واحد يقول لك يلاقيك بتعقد التسبيح على إيدك اليمين والشمال يقول لك لا لا تعقد التسبيح إلا على اليمين بس فقط مثلا أو ده مثل من الواقع يعني ما تيجي تسبح تخطب الصلاة تستعمل اليمين بس فقط طب هو الشمال يقول لك لا الشمال لا يجوز تستعملها في التسبيح طب ليه لماذا تنزيها لتسبيح الله أقول له تسبيح الله أداته اللسان وأما الأصابع فهي لعقد العدد أو لضبط العدد فقط أنا بعمل إيه بالأصابع بضبط بالأنامل العدد أما التسبيح فهو يؤدى بحركة اللسان أنا بقول سبحان الله ايش بإيدي بقول سبحان الله بحدي يقول لك لبس أسل اليمين الشمال دي كنت تستعمل مثلا في الاستنجاء أو في التطهر أو شيء الله طب كنها بتستعمل في الاستنجاء أو التطهر وأنت عندما تدعو الله بترفع إيد وحده أنت عندما تدعو الله سبحانه بترفع إيدك اليمين وترسل الشمال أنت لما بتجي تقف في الصلاة أليس من السنة وضع الأيمان على الشمائل في الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من سنة للأنبياء منها وضع الأيمان على الشمائل في الصلاة هل أنت بترسل الشمال وبتستعمل اليمين يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم شف من الجهل بقى النبي كان يحب التيامن في طهوره وتنعوله وتردجره في شأنه كله أقول له ما معنى التيامن هل التيامن معنى تعطيل الشمال أم التيامن معنى أن يبدأ باليمين ثم الشمال لابد أن تعقل التيامن معنى أن تبدأ باليمين ثم الشمال لكن ليس معنى التيامن أن تعطل إحدى اليدين أو تعطل الإيد الشمال وتستعمل اليمين هذه صورة من صورة التنطع دي تعتبر صورة من صور التنطع لأبد لا طائلة تحت هذا الأمر لا طائل ودايما الإنسان اللي ضيق العطن وضيق الأفق تلاقيه يتمسك بأشياء في غاية التفاهة ويعتبرها من أصول الدين ويشغب بها على العامة إلى أن يضيق واسعا حتى تضيق الناس بهذه الأحكام بل وبعضهم يتخذ هذه الأمور سخرية ويسخر منها ويسخر ممن يقول هذا الأمر يبقى إذن الأمر واسع ومدام الأمر واسع ما ينبغي أن نضيق واسعا ما ينبغي أن نضيق واسعا أبدا بل ينبغي أن يسعنا في هذه الأمور ما وسع السابقين ما شفناش أبدا واحد يتنطع في الأمور دي أو واحد مثلا أنا شفت هذا الأمر شفت واحد بوقف بيصلي ولا يحضر كل لسانه في الصلاة يعني إيه قافل بقه كده وبيقرأ بإمرار القراءة على قلبه من غير حركة اللسان يقول لك دي صلاة سرية صلاة سرية أي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل خباب هل كنتم تعرفون قراءة النبي في الصلاة قال نعم كنتم تعرفوا النبي بيقرف الظهر والعصر بتعرفوها بإيه قال باضطراب لحيته باضطراب لحيته واللحية لا تضطرب إلا مع حركة اللسان مع حركة الفم بالشفتين فهذه أمور ما ينبغي أن يجادل فيها الإنسان بغير علم بعد الفاصل سنواصل إذن التنطع في أمور الدين هو مما يضيق على الناس ما وسعه الله وما وسعه الشارع وما جعل عليكم في الدين من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج فأنت بذلك مخالف لأصل عظيم من هذه الأصول التي بنى الله وأسس الله عليها هذا الدين وهذه الشريعة الغراء التي لا يزيغ عنها بعده صلى الله عليه وسلم إلا هالك في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم عصمة للمرء من الزيغ فأنت ما دمت في دائرة الاقتداء فأنت محفوظ من الأهواء ما دمت في دائرة الاقتداء حتى الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول لأحد مريدي بيقول إذا أعطاك كشفك وكنت صاحب كشف صحيح وصريح إذا أعطاك الكشف غير ما تعطيه الشريعة أو الشرع فاضرب بكشفك عرض الحائط وعمل بشرع الله فإن الله قد ضمن لك العصمة في شرعه ولم يضمنها لك في كشفك ما تعملش مسألة تقول أنا والي ومكشوف عني وربنا أعطيني بصيرة البصيرة لا تحكم في الشرع البصيرة لا تحكم في الشرع لا تكون محكمة في الشرع وإنما تكون البصيرة في فهم في فهم الشرع البصيرة تكون في فهم في الفهم مش في إنك أنت تقدمها أو تجعل لها الاستعلاء على شرع الله سبحانه وتعالى فإذا في أمور إحنا بشاهدها في وقعنا خلي بالكم أمور يعني تضيقه بها النفس تضيقه بها النفس واحد يبقى بيصل إلى مرحلة التنطع يدخل في الصلاة مثلا عاوز يساوي بين الصفوف عاوز يسد الفرج يسد الفرج بإيه؟ بإنه يوسع المسافة بين الرجلين أو بين القدمين يوسعها بطريقة غير مقبولة ويدوس على رجل اللي جانبه من هنا ومن هنا والتاني ربما تكون مثلا عنده حساسية ربما يكون ما بتحملش حد يمس رجله الأمور لابد أن نلتزم فيها بالقصد مش بالعنف أنت بذلك تشوف إبليس ضحك عليك إزاي؟ أنت بتعتقد أنك أنت سديت الفرجة لا أنت سديت له فرجة قد كده هو وفتحت له باب قد كده هو يلعب بيك وباللي جنبك إبليس ده اللي أنت معتقد أنك سديت الفرجة عمل إيه؟ لعب بيك وباللي جنبك يخليك أنت مشغول بالأمر ده وتفتل توسع في رجلك والتاني يضم رجله وكلاكما كلاكما قد امتلأ قلبه غيظاً وحنقاً لأنه هو زعلان إن زي أنت يضم رجلك وبالتالي يبقى هو مشغول بهذا الأمر وأنت مشغول بهذا الأمر يمين وشمال وهو في النص إلى أن تذهب أن يذهب من الصلاة بهاؤها وما ينبغي أن تكون متحلياً به من الوقار النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تيجي تلاقي الصلاة أو تلاقي الإمام راكع اوعة تجري في المسجد ما تجريش يعني لا تأتوها وأنتم تسعون السعي معناه تجري تمد عشان خايفاً للإمام يرفع من النقوة لا اأتوها وأنتم تبشون وعليكم السكينة والوقار أنت بالعمال دي أذهبت السكينة وأذهبت الوقار وشغلت نفسك وشغلت اللي جنبك يا أخوانا هناك أمور أمور بسيطة جداً ما ينبغي للإنسان أن يتنطع فيها أو أن يتشدد فيها إلى هذا الحد الذي يحدث به نوعاً من الشغب في الصلاة في أثناء الصلاة أنا بضرب للأمثلة دي لأنها من واقعنا يعني ذكرت ليه مع أن الحديث بيتكلم عن إيه عن الإنفلات أو الإنفتال الإنفتال من الصلاة أما تسلم مجرد ما تسلم يمين وشمال هل تنصرف من جهة اليمين ولا تنصرف من جهة الشمال اللي يقف عند المسألة دي يبقى دماغه فاضي يقول لك السنة أن أنصرف النبي كان بحب التيامن أنصرف يمين طيب ما هو سبت في السنة أنه أكثر ما كان ينفتل أو ينصرف من جهة الشمال فيها إيه؟ فيها إيه؟ يعني لا تضيقوا واسعاً لا تضيقوا واسعاً فقد ملّ الناس هذه الأمور وملّ الناس التحدث فيها بهذه السطحية المفرطة وبهذه الطريقة التي لم تقم ولا تقوم على أي منهج من مناهج العلم فنلقع لموضوعنا هنا فيما يتعلق بالحديث سيدنا عبدالله بيقول لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءاً ما تخليش إبليس يلعب بيك ويضيع عليك الصلاة بإيه؟ بهذه المهاترات يقول لك لا الصلاة إبليس بيدخل بيك وبينجارك لازم تسد الفرجة دي طب ما هو بيجري منك مجرى الدم هو النبي عليه السلام ألم يقل إن الشيطان يخطر يخطر للإنسان في صلاته وبعدين يذكره بأمور لم يكن يذكره حتى لا يدري كم صلى ده معناه إيه؟ إنه هو فيك ما هو بيجري منك مجرى الدم هو مستني لما أنت تسيب له الفجوة دي أو الفتحة دي عشان يخش ما هو بيجري منك يجري منك مجرى الدم يبقى أنت من أولها لا تفتح له باباً ولا تعطيه فرصة للتلاعب بيك أو باللجارك وبعد الفاصل سنواصل لا يجعلن أحدكم هذا كلام سيدنا عبد الله لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءاً بيقول من نفسه ما قالش من صلاته ما قالش من صلاته طبعاً الشيطان لا حظ له من الصلاة حظه فين؟ حظه منك أنت هو يريد أن يضيع عليك الثواب يعني تخرج من الصلاة ولا صلاة لك لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءاً ثم بيّن كيف يكون ذلك؟ لا يرى إلا أن حقاً عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه كيف يجعله للنفسه أو للشيطان من نفسه جزءاً؟ قال لا يرى أي هذا الإنسان الذي جعل للشيطان من نفسه جزءاً لا يرى إلا أن حقاً عليه يعني واجب عليه وحتم عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه يعني مجرد بيسلم ونصرف هنا بش مالوش علاقة بالتسليم ده بعد التسليم يعني أنت سلمت خلاص طب تنصرف منين بقى؟ أما جاء أقوم من مصلاية أما جاء أقوم من مصلا يعني أتاجه كده أنصرف من الناحية دي ولا أنصرف من الناحية دي الأمر واسع الأمر واسع فلا تضيقه واسعاً ولا تحجيره واسعاً واللي يتكلف في المسألة دي وينشف دماغ ويقول لازم تنصرف من جهة اليمين هذا جاهل وليس حديثنا مع هؤلاء إنما حديثنا من يعقل عنها ومن يعقل عن الشارع ومن يعرف الحكمة المنوطة بالتيسير ثم قال أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما رأيت النبي ينصرف عن شماله ينصرف عن شماله وربما فعل ذلك عمداً ربما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عمداً ليه؟ ليسكت هؤلاء أو ليبين لهؤلاء أن الأمر واسع فما ينبغي أن نضيق أو أن نحجر واسعاً الأمر متسع متسع ما يصحش تقولوا تجعله صلى الله عليه وسلم أسوتك في هذه الأمور ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله بل إلزم غرزه إلزم غرزه عليه الصلاة والسلام واستمع قول الله سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا استمع قوله لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله وليوم الآخر وذكر الله كثيراً استمع قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله وغفر رحيم استمع كل هذه الآيات انتهى من مقتدك من مقتدك من الخلق تقل الزيد من الناس والاتقلد المعصوم ينبغي أن تقتدي به فما وسعه ينبغي أن يسعك ما وسعه ينبغي أن يسعك فكان ينصرف عن شماله أو ينصرف عن يمينه يعني إن اتفق لك بحكم إنك قاعد في وسط ناس ربما يكون المسجد مزدحم الصف ملتحم يعني حيثما اتفق لك الأمر إن اتفق لك الأمر بأن تنصرف عن اليمين فبها وإن كانت الأخرى فبها ولا تحجر واسعاً ثم قال مسلم حدثنا إسحاق بن أمراهيم أخبرنا جرير وعيسى بن يونس تحويل وحدثناه علي بن خشرم أخبرنا عيسى جميعاً عن الأعمش بهذا الإسناد مثله أي مثل هذا الحديث ثم ذكر أيضاً بعده حديثاً عن السدي قال سألت أنساً كيف أنصرف كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن شمال أو عن يساري كيف أنصرف السدي من التابعين بيسأل سيدنا أنس أنصرف أنصرف عن اليمين ولا أنصرف عن الشمال قال إذن عندنا روايتي الرواية السابقة بتقول أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شمال وهذه الرواية أكثر ما رأيت رسول الله ينصرف عن يمين إن كل ذلك لا واسع فيستدعش لما كانت بتسأل عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان مثلا قالت ايه ما شئت ان تراه صائما إلا رأيته وما شئت ان تراه مفترا إلا رأيته يعني ايذا في تقارب مسألة متقربة ما شئت ان تراه صائما إلا رأيته يعني اللي يبص الاحوال النبي كأنه صام معظم شعبان ولي يطلب الامر الاخر باردك ها وما شئت ان تراه مفتراً إلا رأيته يعني كان منتزم بالقصد عليه الصلاة والسلام أسأل الله في ختام اللقاء أن يوفقني وإياكم لفهم هذا الشرع الكريم ولإدراك ما أودعه الله سبحانه وتعالى من هذه الصبغة التي تجعله دائماً متجدداً ومناسباً لكل زمان وكل مكان ولكل الناس في الوجود كله وفي كل الأسقاع وفي كل البقاع فهذا شرع الله لا يبلى لأنه مستمد من الوحي والوحي هو القرآن والقرآن لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه وصلى الله عليه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكراً extensive شكراً لكم شكراً لكم شكرا